أهنّة أعطوا ممثال هواية يقول اللي يطلع من داره يقلمك داره وما حكّ جلدك مثل ظفرك هذا الواقع المزري المشين المتعب على الجميع اللي وصلنا للآن هو بسبب أنه إحنا بيوتنا وبوابنا مفتحة ياهل يجي من الخارج يطب يقعد ويناقش ويتحكم ويفرض ويسولف ليش شبيح أذن الوطن ليش ما إحنا أخوة وعندنا تنوع جميل وعندنا مشكلة في داخل البيت نلتم كل إحنا حتى وإن كنا أضباد حتى وإن أسئنا لبعض ما حظ الوطن إلمنا نقعد نقول هاي مشاكلنا هذا الذي نرتقيه هذا الذي نقرره هذا الذي نقبل به ذاك الذي لا نتفق عليه ونكبر على جراحاتنا ونتنازل لبعضنا البعض ونقول لليل أجنبي أبو الولياد تظهر برة لما تجي ضيف نقول لليا غريب كون أديب هذا شيء عراقي هذا تقرير مصير إيش وقت ما أنت وديت علي لما شكلت حكومتك أو أخذت رأيي ذاك الوقت أنا أود عليك الولد نصهم برة هسا رايحين دا يتفاوضون ودي يستمعون للآراء وأنا توصلني الأخبار ترى وأنتو ما مضمومة هاي السوالف بعدين أنت تعتقد الأجنبي حريص عليك وعلى بلدك وريدك تكون بالمستوى الصحيح سامعين بها هاي النظرية قبل لا شا تدور دور على سلطة نعم يجيبك يسويك حاكم بس من يسولف وياك وحتى يطيك سلطة أو حتى يسويك حاكم أو حتى يسويك رفيع المستوى يسولف وياك ونت مدنق وأنا ما تعودت العراقي مدنق رأسه لا احنا نريدك تصير حاكم بس نريدك برفوع رأسك ولما يجيك الإيراني ولما يجيك الخليجي ولما يجيك الأمريكي ولما يجيك التركي أتحط رجل على رجل والسولف معلق معلق بالحقوق بالحصانة والحصانة اللي تجيك من شعبك كنا نتأمل أنه نغادر هذا المشهد لأنه النتائج يجب أن تفهم أن العراق كبلد وعراقيين كشعب بعض الانتخابات يختلفون ما قبل الانتخابات وهذه النتائج التي ترونها وتتعاملون بها هي نتاج لوعي أو بداية تشكل وعي سيحرج كثيرين منكم فأخوية أخوان سادتنا الكرام قادتنا العظام ردوا للوطن تعالوا هنا وخلونا نسولف بضيمنه ولا ما أحد يفيدكم وتذكرون تشريد السوت أو تشريد ترى على الأبواب ومن الطق صعبة والله أقول هذا الكلام مخلصا بلا غايات وأنا مارس هذا الدور دائما أنصح ودائما أقول ولا أدعي أني أفهمهم ولكن لأني حريص على البلد بالمرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر